بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال شيخ الإسلام ابن تعمير رحمه الله بعد أن بيّن خطأ من قال أن التتر يقاتلون كالبغات المتأولين لأن ليس لهم تأويلا سائغا قال أما الخوارج قال أولا فثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغا بل تأويل الخوارج ومانيع الزكاة أوجه من تأويلهم أما الخوارج فإنهم ادعوا اتباع القرآن وأن ما خالفه من السنة وأن ما خالفه من السنة لا يلوذ العمل به هذه دعوة أهل البدء على الدوام قديما وحديثا يدعون اتباع القرآن ويدعون أن هناك ما يخالف القرآن من السنة فلا يلوذ العمل به والمقدمتان باطلتان والنتيجة باطلة أعني أن ادعاء اتباع القرآن مع مخالفة السنة ادعاء باطل لأن كل من ادعى اتباع القرآن فلا بد أن يعمل بقول الله عز وجل وما أتكم الرسول فخذوه ومن آكم عنه فانته وإلا كان ذلك احالة إلى مجهول كيف يحيلون القرآن إلى مجهول أطيع الله وأطيع الرسول وليس عندنا وسيرة لمعرفة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله معرفة من القرآن أين طاعة الرسول إذن لو أنها لا تحيلون لا يحيلون القرآن على السنة فكان احالة على معدوم ومجهول لا يمكن وصول إليه ثانيا مقدمة أن ما خالف القرآن من السنة أن هناك ما يخالف القرآن من السنة المقدمة الثانية بقولهم أننا نتبع القرآن ولا نتبع السنة أن ما خالف السنة من القرآن لن نتبعه فهو يثبت أن فيه مقدمة ثانية وهي أنه يولد من السنة ما يخالف القرآن وهذا كلام باطل فالسنة لا تخالف القرآن قط لأنهما من مشكات واحدة لأن كلاهما من القرآن من الوحي والسنة من الوحي السنة تبين القرآن تخصص القرآن تقيد إطلاق القرآن وليس أنها تخالف القرآن تفسر وتبين المجمل فيه يستحيل أن يولد مخالفة حقيقية بين القرآن والقرآن ولا بين القرآن والسنة ولا بين السنة والسنة قولهم لا يلوز العمل به لا يلوز العمل بما خالف القرآن من السنة لأنه مبني على مقدمتين باطلتين بأنه يكفي اتباع القرآن دون السنة أو يكون صادقا من ادعى اتباع القرآن دون السنة وادعى وجود مخالفة بين القرآن والسنة فبالتأكيد أنه يخصص بعض الأحاديث لا يلوز العمل بها بزعم أنها مخالفة نتيجة باطلة لأنها مبنية على مقدمتين باطلتين لتأويل الخوارج أما ما نعزك فقد ذكروا أنهم قالوا إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة وهذا خطاب لنبيه فقط فليس علينا أن ندفعها لغيره فلم يكونوا يدفعونها لأبي بكر ولا يخرجونها له أن هذا تأويلهم أن تقالوا ما تغني عنا صلاة أبي بكر فإن ربنا قال خذ من أموالهم صدقة طهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم قالوا نحن نريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد صلاة أبي بكر ما تغني عنا صلاة أبي بكر في الجملة أن دول متابعين للرسول معظمين للرسول لكن خالفوا في أمر الزكاة فاستحقوا القتال على منعهم دفع الزكاة إلى الإيمان تأويلات الخوارج وتأويلات مانئة الزكاة مقطوع ببطلانيا وهذا الذي استوجب عقوبتهم في الدنيا والآخرة قال فلم يكونوا يدفعونها لأبي بكر ولا يخرجونها لا والخوارج لهم علم وعبادة عبادة بالحديث تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم وصيامهم ولهم بعض العلوم يناظرون كتابات نجدة الحروري ونافئ بن الأزرق لابن عباس تدل على أنهم كانوا يسألون حتى قال له نافى أو نجدة سأله عن قتل الولدان فقال لا تقتل الولدان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عن قتل الولدان أو أنهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علم الخاضر من الغلام كثم نقشات أخذ ورد ومناظرة قال والخوارج لهم علم وعبادة وللعلماء معهم مناظرات كمناظرتهم مع الرافضة والجهمية كمناظرتهم مع الرافضة والجهمية أما هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين يعني ما بيقولوش إحنا يقتلون من أجل أنهم يستحقون القتال ده هم بيقتلوا كده وخلاص ده هؤخوا تعطروا أنت الرجل الحرامي بيقولك أنا ليه حق في البيت بتاعك يومي يسرق ويتمسك وبيقول أنا ليه الفلوس دي بتاعتي وبيقولش أنا حرامي خطأ الطريق كذلك وأنه حرامي فهذا غير متأول لذلك دول قوم بغت أشد من إيه وذلك لا تأويل لهم إبقى قتالهم مش زي قتال البغان متأولين إبقى قتالهم زي قطع الطرق أشبه بقطع الطرق هؤلاء لا يناظرون على قتال المسلمين فلو كانوا متأولين لم يكن لهم تأويل يقوله دعاك عشان كنا نشوف أن الطوائف المعاصرة التي يسميها البعض طوائف امتنعة من الشريعة هل لهم تأويل وهل تأويلهم محتمل وهل تأويلهم سائفين قطع طبعا لأن زاكله مع الجيوش الدول العربية والإسلامية مع من يقاتلهم ويصنف ذلك من قتال الطائفة الممتنعة يقول هؤلاء الطوائف الممتنعة من الشريعة من قدرة تحكيم الشريعة وكما ذكرنا أن الأمر متفاوت من بلد إلى بلد ومن مجموعة إلى مجموعة من شخص أو زعيم أو رئيس أو ملك إلى آخر الأمر متفاوت لكن ننظر هل من يمتنعون من الشريعة الآن منهم من يصرح بعض الناس يصرحون بعدم صلاحية الشريعة وهذا والعياذ والله في المتجبرين منهم المتكبرين الذين ثبت فصلهم الدين الحياة ومنهم من يصرح بعدم صلاحية الشريعة لهذا الزمان ووجوب العلمانية ووجوب الانفصال بين الدين والدولة لا دخل للإسلام في مناحي الحياة وعلاقة بين الشخص وربه وهناك من يقول بل نحن نريد الشريعة ولكن لا بد من مهلة لتغيير الأوضاع التي ورثناها من من سبقنا حين كنا تحت الاحتلال وأن وجود الاحتلال الغربي والموازنات التي مع الجيوش الأعداء والاقتصادياتهم ونحو ذلك مؤثرة تأثيرا ضخما جدا ونحن لا بد من مهلة وتدرج حتى تقوم الشريعة لا بد من تعمل حيث للمسائل العلمية المعاصرة حيث هناك معاملات كثيرة مستجدة لا بد فيها من حسم ولا بد فيها من اختيار رأي حتى نقول هذا موافق للشريعة أم هذا مخالف للشريعة فمثل هذا الذي يذكر مثل هذا الأمر إن لم نقبل أن تأويله صحيح فلا أقل من أن يكون تأويله سائغا وإلا فالصحيح أن من كان صادقا في ذلك ولم يكن محاربا للإسلام كان فعلا هذا الأمر مقبولا فالمسلمون على سبيل المثال قد تمكنوا من مجلس البرلمان مجلسي البرلمان بعد الثورة بالطوائف الإسلامية المختلفة ومع ذلك لم يسنوا خلال السنة التي تمكنوا فيها من البرلمان مثلا قوانين الحدود ولم يعرضوها على البرلمان وكانت توجيهات المشايخ والعلماء والدعاء في إدراك صعوبة ذلك أو استحالته في الوقت الحاضر لوجود منازعات ضخمة كثيرة جدا داخل البلاد العربية والإسلامية ولوجود تأثيراتها إلى الأعداء في داخل هذه البلاد لذلك كان الاتفاق على لزوم التدرج بالفهم هل نقول هؤلاء الإسلاميون الإخوان والسلفين والسلفين كانوا بأنواعهم المختلفة كانوا كفارا فضلا عن أنهم كانوا كالخوالج ومانئي الزكاة حين لم يسنوا هذه التشريعات ويلزموا بها من يعني القضاء وغيرهم نقول بل هذا يعني عذر صحيح معلوم أنه ليس ممكنا في ظل الظروف المعاصرة ونحن نعلم كم التأثيرات الهائلة للدول التي كانت تحتل بلادنا ومن قام مقامها وأن تأثيراتها أكثر على بلادنا أكثر من تأثيرات القوى الموجودة في داخل البلاد أعني في القوى العسكرية على سبيل المثال حيث أن الأسلحة التي بأيد المسلمين حتى ما كان من كان منهم يعلنوا الجهات هي في النهاية من صنع أعدائهم ومن بيع أعدائهم له يعني حد يقول أن مثلا داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصر وواصل الشريعة الأسلحة اللي في إيديهم هم اللي عملوها وهم اللي جايبينها منين معلش هم جايبينها من إيه من أيدي الأعداء بصفقات بارتجارة سلاح وفي النهاية من صنع الأعداء فمثل هذا ألا يعد ذلك تأثيرا أنه لا يعطيك إلا أنواع من الأسلحة تحقق له أوراضة ثم النحية الاقتصادية المالية أنواع كثيرة مؤثرة بلا شك لا بد أن تضعف الاعتبار القوى المؤثرة في الداخل كم من الناس يعني يمكن أن يدخل البلاد إلى فوضى شاملة إذا كان فيها يعني الظهور واضح جدا لأمر القوانين الإسلامية كالحدود ونحوها وبالتالي فمثل هذا التأخير إن لم يكن صحيحا فهو على الأقل تأويل سائف وهذا الأمر يعني أيضا هناك بعض الحكومات تكون منتسبة إلى فصائل من فصائل عمل الإسلامي كحماس مثلا هي منتسبة إلى إلى العمل الإسلامي ومع ذلك لم تطبق الشرع إلى الآن لم تطبق الحدود ومع أن التمهيد كان يمكن أن يكون أسرع من ذلك مع السيطرة الحقيقية على البلاد يعني سيطرة حقيقية وليست يعني كالتي كانت مثلا في البرلمان السابق ولا حتى في الرئاسة السابقة للدكتور مرسي إن كان بعض الجماعات المنحرفة التي تقاتل وتستحل قتال الجيش المصري وغيره يصنفون الدكتور مرسي على أنه طائفة من رأس الطائفة الممتنعة الكافرة فلكانوا يمتحنون الناس في بعض يعني الفصائل على هذه المسألة اللي يكفر للدكتور مرسي يدخلوا الفصائل بتاعه واللي ما يكفروش يبقى كافر ربما استحلوا دمهو ربما استحلوا يعني فاصله عن أولاده وزوجته بزعم أنه كافر وهناك أوراق تحت أيدينا بقرارات مكتوبة بخط إيديهم هم بأن فلان دا كان كافر عشان كفر الدكتور مرسي وبعدين قعد عندنا أنا أعرفي الأخ معروف يعني بإسمه يعني أخي اللهم دا نعر لي سعيدي مش فاهم أولولي خدوا منه مراته وولاده وبعدين راح أقول لهم طب أنا سعيدي فاهموني فأعادوا يفاهموني فأقول لهم طب خلاص مرسي جافر فأقر ونطق الشهادتين فاك نكاتب كده من الوالي للقاضي ولا مش عرف لإيه فنرجو يعني نطق الشهادتين وطرف بكفر محمد مرسي رئيس جمهورة مصر وأنه كده دخل في الإسلام مرة تانية فرجعوا لولاده خد ولاده مش خد ولاده وعياله وخلع منهم علشان ينجوا بنفسه وأولادي لكن دي حاجة متأكد منها طب إحنا هذا الكلام هو يقول لك دا رئيس وبعدين حتى هم مش عارفين إن صلاحيات الرئيس ليست إنه هو يقول لك حيؤمر الصبح يطبع الشريع ولا هو قادر على ذلك ولا هو ولا هو يترك روفاء على ذلك وللعلم إن الأمر دا بالنسبة إلى غيره كذلك يعني قل لي كده مثلا السعودية والمملكة قوية ونحو ذلك لو قررت فرض الجزية وكفة على من بها من من العمال والهنود والأمريكان والإنجليز إيه اللي يحصل في العالم دا أنت بتتصورش مدى مع أن المشايخ موجودين هم كلهم والمشايخ من أهل العلم الأفاضل يكونهم سكتين على عدم فرض الجزية ليه ما هم يعلموا إن في ملل أخرى داخل المملكة وجايبينهم من كل المشارك والموارب يعلموا ويقيموا مش سنة دي سنة العهد عهد الأمان لا دا بيقيموا سنوات طويلة وبيتجدد لهم الإقامة دون أمي فاري الجزية طب ليه لأنهم يدركون إن ده هناك اتفاقات أصلا مع المملكة لأجل الحفاظ على وضعها داخل الجزيرة العربية لا يمكن إن هو يعني يعني تلغى هذه الاتفاقات التي من كانت عند تأسيس المملكة وعند وجود التنقيب على البترول ونحن ذلك الأمر دا فعلا أمره كما ذكرت إن لم يكن صحيحا هو الراجح عني أنه صحيف أن هذه أعذار وهي مولودة عند يعني عند الكثيرين ممن يحكم اليوم في كثير من البلاد العربية والإسلامية وبالتالي فنقول على الأقل يكونوا تأويل أنسائها أنه ينسيبون ذلك إلى الدين اللي موجود في الدستور المصري النهاردة في حكم محكمة دستورية مش رفض للشريع يقولوا لابد من مهلة للتحقيق العلمي والتمحيص ودراسة المسائل الحادثة في ضوء العلاقات العالمية وأن المهلة دي لابد أن المجلس يعني ياخدها عشان يمضي يعني تطبيق الشريح والقاعدة الذين يقرون بذلك وأنهم لا يعارضون الدين لابد أن يراعى هذا التأويل ولا يقال هؤلاء ولا أنهم زي الخوارج التأويلهم مقطوع من بطلانه ولا أنهم يعني زي التطر اللي هم مرهمش تأويل أصلا ويقاتلون لأنهم من جنس قطع الطرق لا تأويل لهم لا بلا شك هناك تأويل في هذا البيت هناك تأويل آخر ما سمعته من بعض المشايخ الكبار وله وجه بلا شك وهو أن الشريعة تقتضي ولود قضاة عدود على علم واجدهاد وتقتضي كذلك شهود عدود في كل الحدود وأن جميع الحدود الآن لو أنها أطلقت على الموازنات الحالية في الناس أقصد يعني لو قيل للناس أننا يعني أن القضاء سيطبقون الحدود لا القضاء لا على علم ولا على عدالة إلا من رحم الله ولا الشهود عدالتهم معتبرة ولا التحريات في الجهاز الشرطة الذي هو غالب ما يكون من الشهود ولا يوجد علم شرعي عند كل هؤلاء في مسألة حدود الشريعة في مثل ذلك فقال إذن هذا الأمر يستحيل أن يطبق ولو جعل تطبيقه إلى أمثال هؤلاء لكنا غير مطبقين للشهود لما نقول بقى ده نحن خلي القاضي ده اللي أنا عارف حالته يأمر بقطع اليد بناء على محضر مش كده وبناء على اتنين شهود جم قال احنا شفنا فلان بإيه بيسرق والشهود دول هنجيبوهم منين ويعرفهم عدالتهم منين وحفظ وحفظتهم على الفرائض ومنعهم ده إنت هتجزم بإن عامة الشهود الموجودين في المحاكم إلا من رحم الله ليسوا إيه عدولا ولا تستطيع أن تعتمد على الأيك ولو أنت أطلقت من الناس النهاردة تقطع الأيدي وترجم وتجلد على مثل هذه الظروف الموجودة يبقى أنت في الحقيقة بتحكم بخلاف الشريف فالرجل هو فضلة المفتي الحالي فمش لهذا قال ينتقل الأمر إلى التعزيش وفي الحالة دي ما يبقاش فيه ثبوت للحدود شرعا بطريقة شرعية وبالتالي فلابد أن ننتقل إلى التعزيش والتعزيش باب واسع بما في ذلك الحبس والغرامة المالية والضاء يعني ما يوجد في القانون من أنواع التعزيش مثل هذا الكلام لا يكون ردا للشرق طبعا أنا بقولش أن الكلام ده أن كل الدول وكل الأحوال حتى بلدنا في كل الأوقات كذلك أنا بكلم على ما سمعته بنفسي وما رأيته من المعاصرين لنا في أن البعض يعني قد يظن بهم أنهم أناس يعني أن السلطان أو الحاكم أو الرئيس نفسه هو من أكثر المحاربين للشريع إنما وما ذكرت يؤكد أنه يقول بل نحن أريد الشريع ونتمنى أن تطبق لا في مصر واحدة بل في العالم كله ولكن لا بد من التدرج لأن هذه الأخلاق وهذه السفات للناس لا يمكن أن يطبق معها هذه الحدود والعلماء اللي بيتألعبهم علماء السوء وعلماء السلطان ونحو ذلك أيضا لهم تأويلهم الذي يقول أنه تأويل مقبول بل راجح في هذه الأبوايا ولو أننا يعني تمكننا لكات أول الخطوات ليس سن القوانين وإنما تهيئة من يقدر على الحكم بيها وتطبيقها وإعداد المجتمع لكي يوجد فيه الشهود الأدود وإلا فممكن أن يصن القوانين وتعطل تماما لأنه لا يوجد من يطبقها مش هتعطل تعطيل أنها مرفوضة بل أن هي الشرع يقول أنه دول مش هما اللي اللي يصح منهم إقامة الحدود لا الشهود دول اللي ينفعوك هتبقى كل الأضايا الشهود فيها زور وغير عدول والقضاء نفسهم يعني القدر اللي هو مشترط على الراجح في القاضي أن يكون عالما مجتهدا هو مفقود في كل القضاء وإنما أنت بتسن قوانين دي هو الأصل أنه ما فيش قوانين تستن الأصل من القاضي هو اللي بيجتهد بناء على ما يراه راجحا ولكن سن القوانين ده من زمان من قرون طويلة ألزم القضاء بالمذاهب يعني كان قاضي الشفعية قاضي الحنابلة قاضي المالكية ليه هو قاضي الحنفية لأنه من تقريبا 1100 سنة أو 1200 سنة مع ضعف القضاء أصبح هناك إلزام بالإيه إلزام بالمذاهب وقالوا أن هذا أهوا من أن يترك الأمر إلى أناس ليسوا من أهل الإجتهاد وليسوا من أهل العدالة فأصبح الإلزام بالمذاهب هو الوجه دي بداية سن القوانين فأصبح دلوقتي بيقولوا القوانين اللي حتسن هتبقى متخذة من مذاهب متعددة بناء على الراجح أو بناء على المصلحة أو نحو هذا أنا أتكلم على هذا الأمر ده الأصل هو ده من القضاء في الخلافة الرشيدة كان الأمر على ذلك بل إلى ما بعد مئة سنة وزيادة كان الأمر مبنيا على الإجتهاد في القضي أن القضي لابد أن يكون مجتهدا يعني يعني من قول مثلا القاضي أبو يوسف ده تلميذ مين أبو حنيفة صاحب أبو حنيفة الكبير الصاحبان الكبيران ده كان قاضي يعني هذا كان قاضيا هذه مستوى القضاء في ذلك ليه الزمن على مستوى أئمة المذاهب يعني واحد مستوى قريب من مستوى لإمام أبو حنيفة قارين الإمام مالك رحمه الله وهكذا يعني فبنقول الكلام ده فيه من زمان جدا عشان كده بنقول هذا تأويل لما نقول أن الناس بيتتأول هذا التأويل كلامه معتبر أما أن كل الناس كده لا جهز ما نقول هناك ملاحظة هناك من إذا تمكن ولهو بيصرح أحيانا بأن هذه بالطعن في الشريعة ولا يذب الله يعني مثال بعض الوزراء السابقين الحمد لله ربنا أراها لبدا من شرهم كان بيتكلم على الشريعة ازاي وعلى الإسلام ازاي وعلى السنة ازاي بيخرج ما في باطنه من الكراهية لمعظم أمور الدين ودذلك تبقى متفوتة من زمن إلى زمن من شخص إلى آخر لكن لما بنقول أنه في نوعية بهذه الطريقة زي ما فيه تفاوت ما بين ملوك التتر بعضهم بعضا الشيء زبرون قلنا غير قزان غير هولاكو عند ابن تامية رحمه الله فكذلك نفرق بين الناس بناء على ودود تأويل وعدم ودود تأويل الطائفة الممتنعة اللي بيتكلم عنها ابن تامية عندهم تأويل أصلا بيقول ما عندهمش تأويل أصلا بيقاتلوا بلا شبهة بيقاتلوا المسلمين بلا تأويل أصلا يعني ولذلك حم حالهم حكم قطاع الطرق كما ذكرنا أو حكم المرتدين في الجملة هؤلاء لا يناظرون على قتال المسلمين أنت النهاردة بتلاقي اللي بيتكلم على قتال يعني من يقاتل بيقول عليهم خوارج وهم كذلك يعني أنا بقول هما بيعتبرهم الطواف اللي بتقاتل مثلا الجيش المصري في سيناء بيقتلوا ليه عشان هو طائفة ممتنع عشان هما كفر ومرتدين ليه عشان بيحربونا عشان بيقتلهم هما طب بيقتلوكم ليه هما بيقولوا عليكم ايه بيقولوا عليكم خوارج شكرا وهذه حقيقة فعلا الحقيقة إن إن دول على طريقة الخوارج آه نعم وكلامهم كلام الخوارج نعم يكفرون بالشبهة نعم مش بيكفروا بالمعاصي ده بيكفروا بلايه بالشبهة ده بيكفر بمخالفة فيما يراه من رأي باطل اللي يخالفه ويبقى كافر لا يعرف تفاصيل مسائل ولاء والبراء لا يعرف تفاصيل مسائل الحكم ولا يعرف ولود التأويل السائر غير السائر المقطوع ببطلانة المعلوم من الدين بالضرورة بطلانة التأويل الصحيح للنصوص أو التأويل الصحيح للواقع الذي نعيش فيه توصيفه إزاي مثل هذا الكلام لا يحسنون شيئا منه على الإطلاق وبالتالي فيكفرون بماذا بالشبهة المجردة فهؤلاء فعلا خواري على أي الأحوال نقول هذا الأمر لهم تأويل أم ليس لهم تأويل عشان لما يتطبع عليهم إن الناس دي من الطائفة الممتنعة التي لا تأويل لها ولا تناظر على قتال المسلمين إبقى أنا عم نقول الكلام دا كلام غير صحيح لما يكون هم ليسوا ليس لهم تأويل يقولون نحن نعرف أنكم على الحق وأننا على الباطل ومع ذلك سنقاتلكم إبقى دول ليس لهم تأويل دول طائفة ممتنعة أقول أما هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين ما يقولونش المسلمين يستحق القتال فلو كانوا متأويلين لم يكن لهم تأويل يقوله دعا يقوله قد خاطبني بعضهم بأن قال ملكونا ملك ابن ملك ابن ملك إلى سبعة أجداد وملككم ابن مولى كان أمين دول كان أمين مليك بعد قدس ابن تامير رحمه الله كان بعد قدس كان أمين أظن النصر قلعون وملككم ابن مولى ابن مولى يعني ابن عبد هما كانوا هما كان نفسهما مليك كانوا إيه كانوا عبيد أصلا هما نفسهما فقلت له آباء ذلك الملك كلهم كفار ولا فخرة بالكافر بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر قال الله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم فهذه وأمثلها حججهم يعني بيفضل دولة التطار على دولة المسلمين على دولة التطار على دولة المليك بأن إحنا ملكنا ابن ملك ابن ملك ابن ملك وانتم ملك ابن عول معلوم أن من كان مسلما واجب عليه أن يطيع المسلم ولو كان عبدا ولا يطيع الكافر معلوم هذا مع متفق عليه مجمع عليه بخلاف من يقول في زماننا يجب طاعت ولي الأمر ولو كان كافرا وهذا من الضرار المبين بل حقيقته قد تصل إلى الكفر الذي يقول يجب طاعت الكفار إذا كانوا متسلطين على بلد المسلم إذا كانوا يسميهم بأولاة الأمور يرأى كافر ولي أمر يجب طاعته نعوذ بالله قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله ودين الإسلام هو اللفظ ده مش هو اللي ورد في الصحيح طاعته وليمتنى بيكتب الفتاوى غالبا من ذاكرته اللفظ الصحيح اسمعوا وأطيعوا تعمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله قال إنما يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه لا بآبائه ولو كانوا من بني هاشم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا وقد قال الله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب وفي الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما وليدي الله وصالح المؤمنين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مولاته ليست بالقرابة والنسب بل بالإيمان والتقوى فإذا كان هذا في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بقرابة جينكيز خان الكافر المشرك وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل ممن هو دونه في الإيمان والتقوى وإن كان الأول أسود حبشية والثاني علويا أو عباسيا قولوا قل لهذا واستغفى الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر